نتواجد الآن في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة تعزوة تحديدا في منطقة الحسين والزهراء حيث دارت هنا أعنف المواجهات بين قوات الجيش الوطني وعناصر الميليشيات الإنقلابية بعد منتصف ليل أمس هذه المواجهات التي حاولت الميليشيات الإنقلابية وعناصرها التسلل نحو مواقع قوات الجيش الوطني تلاحظون هذا الشارع المودي إلى جولة القصر والتي تقوم الميليشيات الإنقلابية بزراعة العبوات الناسفة والألغام فيه تحسبا لأي هجمات قد تقوم بها قوات الجيش الوطني أيضا تلاحظون معسكر الأمن المركزي وتبت سوفتيل هذه التباب التي لا زالت تتمركز فيها مدفعية الميليشيات الإنقلابية والتي قامت بالقصف العنيف على مواقع تمركز قوات الجيش الوطني وأيضا على الحياة السكنية هنا لتغطية هجومها التي قامت به على مواقع قوات الجيش الوطني إذن معارك عنيفة دارت مساء الأمس بين قوات الجيش الوطني وعناصر الميليشيات الإنقلابية هنا في منطقة الحسين والزهراء وأيضا في منطقة كلابة وعصيفرة ومنطقة الزنوج ومعسكر الدفاع الجوي إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت من التصدي لسلسلة الهجمات التي قامت بها عناصر الميليشيات الإنقلابية وأجبرتها على التراجع بعد أن قامت بتكبيدها العديد من الخسائر كما أفادت المصادر العسكرية إذن ترى قوات الجيش الوطني بأن دعمها بالإمكانيات اللازمة وتكثيف ضربات الطيران التحالف العربي سيساهم إلى حد كبير في تقدم قوات الجيش الوطني والعمل على استكمال تحرير المدينة من الميليشيات الإنقلابية حمزة أمين قناة بلقيس من الجهة الشمالي الشرقية لمدينة تعيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر